ترجمة نانسي قنقر كانت أكبر أمور المطلوبة وانضمنا بال2009 أخذنا العديد من الدورات التحقنا بالعديد من الدورات والبرامج الحمد لله شاركنا في البطولات المحلية زي الدورة النسوي وطلعنا وشاركنا في بطولات خارجية زي بطولة قرب آسيا أصلا رياضية كنت وأنا في سنها وعلامت خمسس ست سنوات في الرياضة مع أنه تخصص الرياضيات بس أعطيت فأنا بحب الرياضة فما كانش إشي صعب يكثير ولكن هو كمحكمة كنت يعني بدي أخذ معلومات أكثر هل هي التحكيم للفتيات بس ولا للشباب مثلا يعني أنت تنزل في ملاعب الشباب فأتحكم للشباب ولا للبنات فقط النظرات تبعت الناس كانت تعني معنا كلام بفهم الواحد ولكن إحنا الأشياء إلقى مكتنعين فيها طالما مفيش فيها أي خلل لا في حلم اللعب كرة القدام لكن أنا طول عمري معجبة بالحكم اللي بتحكم بالمباراة اللي كان يعطي القرارات طول عمري كنت أحب تحركات الحكم وأداء الحكم في اللعب كرة القدام فأنا قررت اختيار التحكيم على اللعب شعور كتير سيء لما تقوم الصباح وتلاكي أشعة الشمس بطلات موجودة أشعة الشمس اللي كانت تيجي وقت أشراق الشمس لما تدخل الدار كنت يوميا أكيس طولي من الشمس اللي بتدخل على الدار على الحيط أكيس طولي طولانا ولا لا نصحانا ولا لا مرة واحدة بطل في شروق شمس بطلنا نشوف الشمس نهائيا لأنه بطلة تدخل على الدار فأنجد يوميا كل ما أقوم ننوم يعني وأروح على نفس المنطقة لكل يوم كنت أروح عليها ما في ولا إش منطقة مضل المسارات مرحبا مرحبا تمام الحمد لله جاهزة تمام الحمد لله هايناء إن شاء الله إن شاء الله الله يسلم إن شاء الله إن شاء الله أبوه الحمد الحمد تفضل قد نحن تدخلنا نفس التخصص الرياضة ومن خلال التخصص الرياضة تعرفنا على بعض وصار بنا صداقة إلا حسب عسين حسب البني آدم المحدد ترتبط فيه وإذا هو بشجع أو بخليني أستمر مش مشكلة عندي عادي بكمل أما إذا فيه اعتراض أو هاد فإش طبيعي أن الوحدة فينا تخلص أنه توقف توقف هذا الأشي لما سفرت على السويسرا ما كان عندي بدلة مكتوب عليها فلسطين فاضطريت أنه أمي تخيط لي تخيط لي على الترينج اللي عندي المن أجد المن فيفا اسم فلسطين تخيطتها من العلم من الحطة جاءت حطة وحطت عليها اسم فلسطين يريت لو دائماً يعني أنه الستات يروحوا يحضر مباريات زي هيت يعني لما يكون فيه مباريات للبنات للسيدات والفتيات يعني أنه كل الستات يطلعوا يحضروا يشجعوا الفرق النسوية عنا كان طريق واد النار مش من هون كان يلفوا عن طريق القدس جديد لما سووها وعدلوها حتى ما كانت هيك وسعوها بزيادة هلأ كانت كثير ضيئة زمان كانت عن طريق القدس كانت تأخذ أقلي من خمز لكايد أقلي من خمز لكايد حين ما نضطر نليت في طريق طويلة بسرورت معنا مو ساعة موسيقى أول ما أخذنا دورة التحكيم كان فيه اجتماع لفرق الكوادر التحكيمية كل منطقة لحال الشمال لحال الجنوب لحال الوسط لحال السبب من الأسباب وجود الحواجز من كل منطقة لمنطقة هاد أوجد فروقات صار عنا إشيش من شمال بشيش من جنوب مرة من المرات كنا في الباس أيام الجامعة الجندي طلب من أنه ممنوع ولا شاب يلف وجهه للجه الثاني ثم شاب لف بس وجهه نطلع عليه على الباس بس سحب من الباس وضرب بنزل فيه ضرب لمقال باس وهو جايين هما جايين هون عشان هم نعونا من التصوير بس إحنا رغم هيك رح نصور الموسيقى ه um الكريم الكريم لأن به موسيقى نزلونا السيارة عصبوا عليه زي ما انت شايف وربطوا ايدي احنا عربنا نوصل لجامعة البدس ستصير المباراة بملعب الجامعة طبعا احنا هون درسنا بجامعة الأوتس كنا نتدرب فيه وكانت نقطة الانطلاقة في التحكيم من خلال الجامعة موسيقى شعور حلو غريب شوي فيه متعة وخصوصا نشوف الدكاترة تابعونا نشوف الطلاب زمان نسترجع طبعا اصلا بمر عليك شريط الذكريات بالملعب هاد شو كنا نعمل خصوصا ان انا نيجي هان ويلاك التشجيع من الدكاترة اللي درسونا نفسهم يعني امزا اول ما تيجي الدكتورك بكمت ذاكرك شو اخبارك موسيقى 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 كدرنا نكمل متابعة المباريات ولا حتى نشعر بالمتعة اللي كانت تشعر فيها كل شعوب العالم السبب إنه أحداث غزة والأشياء اللي صارت في غزة أصلاً صارت أحداث بتأثر على الرياضة منها أمثلة الأطفال اللي كانوا على الشاطئ كانوا يلعبوا كرة قدم زي ما إحنا بنعمل هلأ وطبعاً تم الاحتلال بضربهم قصدهم وماتوا أو قتلهم استشهد جميع الأطفال والأحداث اللي صارت غير الصحفيين اللي استشهدوا والرياضيين غير اللاعبين غير اللي انهدمت بيوتهم الحين إحنا متواجهين ملعب فيصل الحسيني وهو أول ملعب دولي في فلسطين رح تقام عليه المباراة بين الفريقين والجدار ملاسقة للملعب وانما نروح في فلسطين فيه جدار فاصل بفصل بين كل منطقة ومنطقة وكمان حتى الملاعب والأشياء هاي بحاول نقصوا عليها ويكربوا عليها الجدار ان شاء الله تكون مباراة حلوة كويسة ان شاء الله وسلم يصبح أكثر على بحاجة وأسف لغاية موسيقى أكثر أكثر والتحكيم الفلسطيني حديث بس يعني أنا حسب ما أنا شايف أنه الحمد لله كثير كثير في تطور في تحسن في مستوى الحكمات يعني بناء على النقل النوعي في الرياضة الفلسطينية المرأة يعني اتخذت عاتق هنا تكون حكمة وحسب باعتقاد أنها يعني بتكون قادرة على اتخاذ القرار يعني هاي الحالة يعني ما بتقول فيها زلم ومرأة بما أنه المرأة اتخذت على اعتقانها تكون حكم وضباً طبعاً ضمن الدراسات والهاد صح الرجل قدراته الفيسيولوجية أقوى من المرأة بس هذا لا يعني أنه قدراته أنه في أخذ القرار أقوى من المرأة بداية 2008 ما كان عنا ولا حاكمة إلى 2009-2010 إنما حالياً يمكن بوجود 10-12 حكمة ويعني والاتحاد الفلسطيني داماً يعني حريص على عقد الدورات اللي بتأهل أن يكون عندنا إن شاء الله حكمات يعني قادرات على قيادة المباريات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارج إن شاء الله الحلم أني صغيرة ودخلت هذا المجال وتعلمت في هذا المجال واشتغلت في هذا المجال لحلم أني أصير أشوف فلسطين في الملتقيات العالمية إن شاء الله حسيني هو أحلى شعور إذا أرى فلسطين مثلاً جنب عالم برازيل جنب عالم إيطاليا جنب أياه دول كبيرة بكرة القدم بالرياضات بالنسبة لكرة القدم بتمنى إن يكون ما بينكوادر تحكيمية في ملاطق الجنوب والشمال حتى في غزة ويكون فيكوادر تحكيمية ويكون لديك رياضة نسوية وكرة قدم نسوية بتمنى إنّا تطور أكثر من هذه كل ما تطور رياضة النسوية وكرة القدم النسوية كل ما تطور الكادر التحكيمي بتمنىهم التوفيق للجميع بتمنى أن نكون على مستوى عالمي بتمنى أن نطلع ونفي فلسطين دايما برا على أحسن مستوى هذه المباراة نتمنى أن تتكرر دائما سواء بين فلسطين والإمارات أو بين فلسطين وأي منتخب آخر الشكر كل الشكر للحكام في هذا اللقاء للحكم الدولي مروان وزواز وخلدون أبو قبيطة وللحكمتين اليوم وآم عيساوي وفاطمة سرحان الشكر أيضا موصول لكل من حضر هذا اللقاء للحضور الرسمي لدولة الإمارات العربية الشقيقة لتلبيتها لنداء وتلبيتها لدعوة الحضور إلى فلسطين للاعب مباراودية أمام منتخب فلسطين للسيدات